بمناسبة التبرع، فيه تبرع وفيه تبرع. يعني محامي السيدة أحمد عز يقول أنه موكله. يعني مستعد يتبرع بـ 500 مليون جنيه علشان يقفل كل الملفات القضائية ضد أحمد عز. نما فيه شخصية أخرى التقاها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي. شخصية عظيمة السيدة سبيلة علي أحمد عجيزة. التي كانت من ضمن الحاضرين الاحتفال بيوم المرأة المصرية وعيد الأم. كانت ممثلة لمحافظة أد أهلية. وطلبت التبرع، تبرع بقى ده يعني تبرع مختلف تماما طبعا. تبرع بكل ثروتها والمقدرة بـ 200 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية لصالح صندوق تحيا مصر. رئيس السيسي قرر استقبال هذه السيدة الكريمة في مقر رئاسة الجمهورية. وعبر لها عن تقديره لها ولموقفها الوطني ولتضحيتها من أجل مصر. ويمكن حضراتكم شايفين الآن صور لهذا اللقاء. الذي جمع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيدة سبيلة. التي تبرعت بكل ما تملك لصندوق تحيا مصر.